لا يفهم حزن البلاد ويسمع أنينها إلا أهلها فيتعلقون بها ولو صارت خرابة وبعضهم من يبقى بها ليؤنسها أو قل ليؤنس ذكرياته فيها هذا الوجه المكتنز للقصص والحكاية وجه الحاج قاسم الموصل الرجل السبعيني ابن مدينة الموصل يتوسط ركام القسم الأيمن من المدينة ويروي لسماره حكاية الحرب التي لم تنس شيخوخته نصيبها منها الحاج قاسم من مواليد القسم القديم من الموصل شهد حربها ومصارع أهلها ومن ثم عاد إليها ليقضي بقية حياته كحارس ليلي ومفتش نهاري عن الجثث ومخلفات الحرب في وسط هذا الركام يروي الرجل قصصا عن الدم والدمع وزفرات النفوس وخلجات الأطفال المصاحبة لهدير الطائرات وأصوات المدافع في الأيام التي بلغت فيها الحرب ذروتها اسمي قاسم ميحي علي حسين الحمداني مواليد 43 أسا عمري 75 سناني 75 عمري والله صار قصب عينا شديد شديد حيش شديد قلت للعائلة ننهزم ننهزم نطلع لأموت جرانا ماتوا اللخ ماتوا جروا شيطا لعوني ببيت حكاية وأهوال الموت لم يكن الحاج شاهدا عليها أيام الحرب فحسب بل رافقته إلى ما بعد انتهاء المعارك إذ كشف عمل الحاج قاسم الجديد له قصصا أخرى تقرب إلى الخيال ولكن لا غرابة في واقع صار الخيال يأخذ كوابيسه منه روائح الجثث وبقايا الأشلاء هي المشاهد النهارية التي تؤرق الحاج أما عن الليل فأصوات وأصداء مرعبة تكسر صمت هذه المدينة رائحة الأرض وإن انبعث منها الموت تجذب أهلها وتجعلهم يتمسكون بها غير آبهين بالمخاطر التي يخفيها الركام من عبوات وقذائف لم تنفجر كحال الحاج قاسم وأصحابه المتجمهرين حوله لسماع القصص بصوته المتجذري في بقايا مدينته والله ما طيق لم أهضل هنا ما طيق أموت وريحت منطقتنا رئيس المنطقة معنا أموت تماظل هنا أموت الموصل اليوم باتت مدمرة هذا واقع لا مفر منه للحاج قاسم ولكن حبه لهذه المدينة جعل منه ومن أصحابه حراس ركام بل حراس ذكريات